حرصت القيادة السياسية على إعادة تمركز مصر بقوة مع القارة الأفريقية عن طريق ترسيخ أوسس تعاون مع دول القارة على جميع المشتويات في المجالة كفة هذه الخطوات البناء اتخذها رئيس سيسي من أجل إعلاء مصلحة القارة وبناء تعاون مشترك لتعظيم مصالح الشعب المصري وشعوب القارة الأفريقية زمير رجاء رمزي يستعرض لنا دور مصر في سياغة خريطة مستقبل القارة أهلا بكم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح أسيسي قيادة البلاد وهو حريص على وضع النقاط فوق الحروف ليس فقط لتأكيد هوية مصر وانتمائها وبخاصة هويتها وانتماؤها الأفريقي ولكن وبنفس الإرادة لضمان ترسيخ هذه الهوية وأن لا تقتصر على بعدي التاريخ والجغرافية مع أهميتهما الرئيس عبد الفتاح أسيسي وضع عناصر عديدة تتكامل وتتناغم لضمان إعادة تمركز مصر وبقوة مع القارة الواعدة على طريق ترسيخ أسس تعاون مع دول القارة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأيضا شعبيا وأمنيا وإنسانيا خطوات عدة اتخذها الرئيس عبد الفتاح أسيسي من أجل إعلاء مصطحة إفريقيا وتغيير وجهها نظر العالم كله تجاه هذه القارة السمراء واعتبرها شريكا في التنمية ليس ذلك فقط بل سعى أيضا إلى تعزيز تعاون ما بين مصر والدول الإفريقية وبين الشعوب الإفريقية وبعضها البعض تعاون بناء ومشترك توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وإمكانياتها ومكانتها الدولية للتعظيم مصالح الشعب المصري وشعوب القارة الإفريقية ذلك بناء على توجهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح أسيسي على الفور كان هناك تجاوبا من قادة إفريقيا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح أسيسي وصياغة خريطة مستقبل القارة بخطط وقعية طموحة ترتقي لطموحات شعوب دول القارة السمراء جهود القيادة السياسية ومن ورائها كتيبة الدبلوماسية المصرية وأجهزة ومؤسسات الدولة نجحت في إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كافة الدول حول العالم قطعت مصر بخيادة الرئيس عبد الفتاح أسيسي وما زالت خطوات ملموسة وبناءة على الصعيد المحلي والدولي في طريق العمل المناخي لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديدا لكافة مناحي الحياة تكل ذلك من خلال كوب 27 لم يقتصر دور مصر في مواجهة تغير المناخ على سلسلة الإجراءات الواسعة دخليا بل عملت أيضا على مساندة مصالح دول الأفريقية الجارة والشقيقة والدفع بهم نحو إجراءات التكيف مع تغير المناخ باعتبارهم شركاء الموطن في القارة السمراء مصر سعت إلى تطوير بنية السلم والأمن الأفريقي من خلال مبادرة إسكات البنادق التي تعد جزءا مهما من أجندة 2063 لتطوير القارة الإفريقية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين أصبح منصة إفريقية تثبت يوما بعد ومنذ انطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في العام 2019 تثبت أنها محفل إفريقي فعال وجامع لمناقشة مختلف التجذبات والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية وبعد ثورة 30 من يونيو لعام 2013 تأكد للجميع أن الدورة المصرية عاد على كل الأصعيدة والمستويات بداية من الدائرة الإفريقية مرورا بالدوائر الإقليمية والدولية هذا الدور كان قد غاب نتيجة لحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي مرت بها مصر منذ العام 2011 وهي مصر تتباوأ مكانتها الكبيرة ما بين الكبار سواء على المستوى الإقليمي أم الدولي وهكذا فقد رسم الرئيس عبد الفتاح أسيسي سياسة خارجية تقوم على مجموعة من الثوابت والمحددات أبرزها العمل بالوسائل السلمية والسياسية دون تدخل في شؤون الدول الداخلية كان من الطبيعي إذن أن تتحول القاهرة على يد الرئيس أسيسي إلى قلب جديد للقارة الإفريقية شكرا لك